مجاعة وشيكة كبيرة وغير مسبوقة في اليمن هو العنوان الأبرز لأحدث جلسة مناقشات عامة أجرها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط حيمنت عليها تطورات الإنسانية الكارثية في اليمن التحذير الدولي جاء على لسان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في إحاطته أمام مجلس الأمن التي كشف خلالها عن أن عدد المعتمدين بشكل كامل على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة في اليمن قد يصل قريبا إلى 14 مليون أي نصف عدد سكان البلاد وتعتمد الأمم المتحدة للإعلان عن حدوث مجاعة ما على ثلاثة معايير وهي أن تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر شحا شديدا في الغداء وأن يعاني أكثر من 30% من الأطفال تحت السن الخامسة من سوء التغذية الشديد وأن يموت شخصا على الأقل من بين كل عشرة آلاف يوميا لوكوك شدد على أنه فيما تنتظر الأمم المتحدة نتائج التقييم الذي تجريه الآن في اليمن فإن الحرب والأزمة الاقتصادية دفعت ملايين اليمنيين باتجاه المجاعة خصوصا بعد أن تفاقمت الأزمة بسبب انهيار الاقتصاد وتصاعد القتال حول الحديدة التي يعد ميناؤها شريان حياة لعمليات الإغاثة والسيراد السلع التجارية ودعا منسق الأمم المتحدة الذي سبق له أن زار اليمن في 25 أكتوبر من العام الماضي دعا الأطراف المعنية إلى فعل كل ما يمكن لتجنب حدوث الكارثة وطلب لوكوك من أعظم مجلس الأمن دعم العمل لتحقيق خمسة مطالب أساسية هي وقف الأعمال العدائية في وحول البنية الأساسية والمنشآت التي يعتمد عليها عمال الإغاثة والمستوردون التجاريون وحماية إمدادات الغذاء والسلع الأساسية بأنحاء اليمن وضخ العملات الأجنبية بشكل عاجل في الاقتصاد عبر البنك الدولي وزيادة التمويل والدعم للعملية الإنسانية وأخيرا دعوة الأطراف المتقاتلة إلى الانخراط بشكل كامل ومنفتح مع المبعوث الدولي لليمن لإنهاء صراع مطالب تعيد وضع التعقيدة نفسها أمام إرادة دولية خائرة وأطراف منفلتة وشعب لم يقرر بعد استعادة المبادرة استنادا إلى حقه الأصيل